بالنسبة لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور لينزي جراهم فأن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هو باختيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيناتور الجمهوري أدل بهذه التصريحات خلال برنامج على قناة فوكس نيوز ثم عاد وكررها عبر موقع تويتر مؤكدا أنه يتطلع إلى شخصية مثل بروتوس أحد الذين اختالوا يوليوس قيصر أو مثل الضابط الألماني كلاوس فوندنشتاونفبرغ الذي دبر محاولة فشلة لاختيال أدل فتلر على أحد ما في روسيا أن يظهر على المسرح هل من بروتوس في روسيا الطريقة الوحيدة لوضع حد لما يحدث هو قيام أحد ما بإزاحة هذا الشخص وبهذا يكون قد أسدى خدمة لبلاده والعالم إنها إذن الروسوفوبيا هكذا وصف الكريملين تصريحات جراهم المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال إن التصريح يعبر عن نوبة من الخوف من روسيا معتبرا أن لا أحد يستطيع الحفاظ على العقل الرصين وسليم في ظل الأوضاع الحالية حيث يفقد كثيرون من الناس عقولهم للأسف لكن الهجوم الأكبر على تصريحات السيناتور الأمريكي شنه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا من داخل الولايات المتحدة السيناتور الجمهوري تيد كروز قال إن الفكرة فكرة سيئة للغاية حيث يمكن استخدام عقوبات اقتصادية واسعة لطاق ضد روسيا من دون الدعوة إلى اغتيال رؤساء دول أما بخصوص الزواجية معايير تويتر فقال صاحب هذا الحساب إن موقع تويتر ترك هذا الأمر ما يعني أن السياسة هي أن يسمح لك بتهديد حياة شخص طالما كان هذا الشخص هو خصم لك النقد الأعنف أتى من الصحفي بنجامين نورتون الذي كتب إليكم سيناتورا أمريكيا يمينيا يمول من الأوليغارشية يدعو إلى اغتيال الرئيس الروسي إذا قال أحدهم هذا عن رئيس أمريكي أو زعيم غربي فسيتم تعليق حسابه وقد يتم القبض عليه بتهمة الإرهاب لكن النظام المارق في الولايات المتحدة لا يواجه أي عواقب فيما قال له أندرو استقل الآن هذا غير مقبول